في موضوع آخر ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة كيفية تعويذ المتضررين من حرائق الغبات وحضر الاجتماع كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية كمال بالجود ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمن ووزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الرحمن حمداني حيث أكد جراد على ضرورة تقديم تقرير مفصل عن حجم الأضرار المسجلة خاصة البيوت ومختلف المنشآت بالإضافة إلى الخسائر البيئية كما تدارس الوزراء مختلف الطرق والأليات الممكنة لتعويذ المتضررين بشكل سريع خاصة منها لغابات وبعض المزارع وسكانات المواطنين خاصة الريفية سنتكلم عن هذه الوضعية ما هي الإعكاسات على المحيط البيئي وعلى السكان وحياة السكان نقيم طريقة نسبية وأولية قيمة الخسائر الحمد لله لخسائر البشرية لحد الآن ليست هناك خسائر بشرية لكن خسائر مادية ممكن تعطونا بعض الإحصائيات في هذا المجال ثلاثة طريقتكم الآن لمواصلة وحاربة هذا النيران بالوسائل الموجودة المادية أو المالية أو غير ذلك من الوسائل